المنافسة وارد ممكن تنتقد أو ممكن تبقى عايزة تعمل بروباجندة عند لعبتك لكن جماهير الآله ما ينفعش تنتقد لعيبة بشكل حاد في ظل إن كمان الجهاز الفني بيطلع بيشيد بطاهر محمد طاهر مبارح مرسل كولر تكلم عن طاهر كويس جدا مبارح طاهر لعب في مركز جديد مبارح لما خرج إمام عشور نزل طاهر في نفس مركز إمام طاهر مبارح لو كان بيلعب على الجانب الأيمن أو للجانب الأيسر كان بيلعب في مركز اللاعب رقم تسعة ونص أو تسعة يعني صانية الألعاب فبالتالي كولر شايف احتاجات الفرقة بشكل كويس وكولر عارف إمكانيات اللعبة بشكل كويس المطلوب من جماهير الآله للفترة الجاي حتى لو في بعض الأداء عند بعض اللعبة مش بشكل كويس انتقادك لو موضوعي هيفرق كويس جدا وهيفيد الأهل كويس جدا ولكن في بعض الفترات طاهر مبارح عمل مطش معقول نزل مبارح في جزء معي من المباراة كولر أشاد بيه في المؤتمر الصحفي فبالتالي ندعم طاهر نبقى في ظهرة أنتوني مودست زي ما في فترة من الفترات كنا من الكلام على حسين الشحة الكتير جماعة حسين لعيب كويس حسين لعيب ممتاز لغاية لما حسيني بدأت تفتح معاه شوية قهربة نفس الكلام الفترة اللي جاية ان شاء الله ممكن صلاح محسن وكريم نيت فيدي يكونوا راجعين بشكل كويس ودول أعرب لعيبة ممكن يرجعوا من الإصابة خلال الفترة اللي جاية صعب يلحقوا مطش سيمبا ودي تصرحات دكتور أحمد دا جبالة طبيب فرقين نادي الآلي ولكن هم أكتر اتنين ممكن يقربوا شوية من التدريبات الجامعية ويتم شفاقهم وتجهزهم خلال الفترة اللي جاية لسه السلائع متولي بعد مطش سيمبا ممكن الجهاز الطب يعلن مدى جهزيتهم للتدريبات الجامعية ولكن لسه الرباية دول قدامهم شوية وقت ونضم لهم للأسف كمان كريم فؤاد اللي تعرض لإصابة في العضلة الضمن بلح لو بصنا على التشكيل فكرة السابات التشكيل دا مهم جدا والتغيير ممكن في أطزق الحدود يعني الشيناه في عرصة المرمى من عمهاني ياسر معلول نفس المراكز أليو ديانجي إمام عشور ولعب كوكا مكان مروانة عطية هل خط الوسط تأثر؟ لا خرج إمام عشور للإصابة ونزل طاهر هل خط الوسط تأثر؟ لا طيب من برح ريدا سليم ما بدأش اللي بدأ حسين الشحات وبرسي تاو ومودست نزل ريدا سليم أنتج أنتج عمل سروب بص حلو جدا لطاهر قدر يعمل بي بص لبرسي تاو اللي منطلق داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين حارس مرمى النادي الإسماعيلي فالهدف كلها رائعة سواء هدف تاو الأول أو حسين أو هدف تاو التانية برسي تاو في مبارتين هدف الدوري بأربع مباريات وعرقام برسي تاو السنة دي مع الأهلي والسنة اللي فاتت ممتازة جدا لعيب بمواصفات جيدة جدا ورغم حالة الانتقادات اللي كان بتوجه لبيرسي تاو لكن أنا بيعجبني فتاو أنه واثق في نفسه بشكل كويس جدا وعلاقته باللاعبين ممتازة واللقطة الأبرز امبارح اللي لسه أمام عشور منضم للأهلي حديثا إمبارح بيلتقط صورة وبيعملوا احتفالية كده أو لقطة جميلة جدا في الاحتفال بالهدف الأول فدي الحالة الجميلة اللي جوه قط اللبس فيه فريق النادي الأهلي التغيرات إمبارح لما نزل طاين مكان إمام ظهر بشكل جيد إمبارح خرق حسين نزل ريدا سليم كان بينتج بشكل كويس فيه الملعب إن دمك في الفريق بشكل كويس جدا يبدأ يتكلم حتى كمان باللهجة أو بالدرجة المصرية زي ما بيقولوا حتى في المغرب وأشقاءنا في المغرب كمان إمبارح خرق موديس تقاليه دان جهاني نزل زعلوك وقفشة وخالد عبد الفتاح عشان يبقى فيه روتيشن في عدد من المركز عشان الفترة اللي جاية أكيد يعني هيبقى فيه ضغط مطشط بعد أجندة أكتوبر وفيه مطشط كتيرة خلال الفترة اللي جاية إمام عشور مبارح كلنا وقلبنا تعرض لإصابة وارد جدا أي لعبة يتعرض لإصابة ولكن الحالة اللي ظهر عليها أمام داخل الملعب خوفتنا الحمد لله يمكن بعد ما راح عمل أشعة في المستشفى في العجمي بالقرب من استاد برج العرب والنهاردة على فكرة كمان عمل أشعة للإتمينان على حالته نتكلم على إمام عمل حوالي ممكن ثلاث أشعات لغاية دلوقتي عشان يطمئن على حالته الحمد لله إمام الإصابة بسيطة جدا عبارة عن كدمة أي مضاعفات تانية لقدر لك كنا خايفين منها الحمد لله مش موجودة فالإصابة عبارة عن كدمة الكدمة هتخليه غيب من أسبوع إلى عشر تيام وبالتالي لن يلحق بقائمة منتخبنا الوطني ومعسكر المنتخب اللي بدأ اليوم في الإمارات وعلى طور روي فيتوريا البرتغالي استدعى بريرة استدعى أحمد نبيل كوكا مكان إمام عشور في معسكر المنتخب ولو هستعرض دلوقتي على الشاشة وده بقى الجزء اللي بتتكلم عليه إمام عشور كتب على الانستجرام لأحمد نبيل كوكا قال له ايه ربنا يا كرمك يا حبيبي مستنى منك كتير قوي يعني قال له لأصابة إمام عشور ما كانش مبارح أحمد نبيل كوكا تم استدعائه لمنتخب مصر ولكن إصابة إمام جعلت فيتوريا يستدعي كوكا فالحالة اللي بتتكلم عليها راح إمام كتب عليك إنستجرام على حسابه ربنا يا كرمك يا حبيبي مستني منك كتير قوي. دي الحالة اللي بتكلم عليه. ونفس الحالة دي مبارح على دكة البودلاء. كريمي الدببيس بيساعد إمام عشوره وبيشيل اللزق طبي وبيساعده بعد ما خرج بسبب الإصابة. الروح الجميلة جوة قط الليبس هي اللي بتديك النتيجة اللي انت شايفها. طيب. طالما بتكلم على قط الليبس. وطالما بتكلم على